ومن الكلمات أكيد المهمة جداً اللي اتكتبت ليه أغاني كايروكي كان من الشاعر محمد شافعي مسائل فل عليك يا محمد ومعانا دلوقتي على التليفون مسائل فل يا بس أنت إزايك؟ إزايك أنت عامل إيه؟ أنا في نعم والله الحمد لله متحمس لبكرة؟ متحمس والله جداً وأنا الحمد لله أحضر فمبسوط طب حلو قوي فاكر أول كلمات كتبتها الكايروكي؟ بداية مع أمير كانت أغنية بالخاف أنا كنت لسه حتى سني كانت أصغر بكتير من كده من ست سبع سنين كده وكانت تعاون تحفى بصراحة وأنا بحبه جداً وأغنية غالية علي قوي قوي يعني إيه سر حب أي حد تعاون مع كايروكي ليهم؟ يعني دايماً الناس اللي تعاونت معاهم مصدقة فيهم قوي وبتدعمهم جداً واضح أن هم عندهم روح حلو قوي يعني حكي لنا عن الروح دي فاهمها لنا كده أكتر يعني بص البساطة هم عندهم شقين هم نكحين فيهم قوي هم فنمين قوي وشخصيات حلوة يعني شخصيات متصلحة مع نفسها وبني أدمين يعني يعني ناس ولاد ناس فده اللي بيحبب معظم ناس اللي بالشغل معهم فيهم هم جدعان وناس طيبة بصراحة ما شو بتش منهم غير كل خير يعني طب آخر تعاون بينك وبينهم كان إمتى وكانت أغنية إيه؟ أنا كان الأغنية الأخيرة مع كايروكي كانت بسرح وتوه في الألبوم اللي فات والألبوم اللي فات كان مفروض يكون فيه أكتر من تعاون بس أجلنا يعني نزله دي بس وبقيت الأغنية بإذن الله تنزل في الفترة الجاية أو الألبومات الجاية وجيت نظرك بعد أكتر من عشرين سنة نجاح لكايروكي ووجودهم على الساحة بعد أكتر من عشرين سنة وإحنا عارفين أن دايماً الباندز بعد وقت بيتفرقوا يعني شفنا أنجح الباندز في العالم باكستريت بويز بلو غيرهم كتير 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 يعني اتفرقوا يعني بعد سنين من النجاح بيجي وقت كده خلاص بيقرروا أن هما ما يكملوش مع بعض بعد عشرين سنة من النجاح وجودهم على الساحة وتربعهم خليني أقول كمان يعني فيه طبعاً فرقة تانية نكحة لكن هما متفوقين قوي في الحتة دي ليه لسه موجودين لسه مكملين مع بعض رأيك إيه السبب في ده بصي اعتقد أكتر حاجة مميزاهم غير المحبة اللي هما بيحبوها البعض كأشخاص هما منظمين قوي هما مش بيشتغلوا كخمس أفراد هما عندهم ناس بتشتغل تاني وكل واحد بيعمل حتته أمير مختص بالفن بتاعه بالكلمات والألحان وهواري بيعمل شيء آخر وآدم بيعمل شيء آخر شريف مصطفى بيعمل بروديوسر يعني للمزيكة كل واحد وتامير هاشم طبعا بيعمل دوره كل واحد بيعمل دوره على الأكمل وجه أعتقد هو ده السر في الاستمرارية أعتقد النظام هو بيكون سر الاستمرارية دايما عند أي حد وهما دايما بيحبوا كمان يعني يقدموا يمكن مواهب جديدة وبكرة زي مكنت لسه بتكلم مع ساري أنه هيقدموا توليت شايف ده ازاي على مصرح في مهرجان العالمين مهرجان مهم جدا فكرة ذكية طبعا يعني زي ما عملوا مع قبل كده برضو طلعوا مروان بابلو طلعوا الليجي سي طلعتوا ليه حاجة توحفة يعني هما يعملوها وهم أساموا تصلحين مع نفسهم يعني الدردة كبيرة قوي فهما بيعملوا كده عادي يعني دايما ففكرة توحفة والمهرجان طبعا خرافة يعني الناس كلها بتتكلم عنه وأنه هو يعني منظم ويعني بمقاييس علامية بصراحة احنا متحمسين قوي للحفلة بكرة واكيد يعني عايزين نسمع منهم أو عايزين نشوف ما بينكوا تعاونات أكتر وأكتر في الفترة اللي جاية إن شاء الله الشاعر محمد شافعي كل الشكر لك يا فندم